اهلا وسهلا بكم من جديد نجدد العزاء ورحمة الله من سلطان عبدالعزيز طيوفي العزاء من الرياض الدكتور فهد العرابي الحارثي وهو رئيس مركز أسبار للبحوث والدراسات والإعلام وايضا من جدة الخبير في الشان السياسي ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية الدكتور أنور عشقي دكتور فهد تحدثنا عن مشروع الأمير السلطان في وزارة الدفاع وهذا الجهد ونتيجة الرائعة قبل رحيله عنها وتحدثت أيضا للدكتور فوزي أخضر عن موقف إنساني أيضا رائع وأنا متأكد أنه في كثير من الناس عندهم مواقف إنسانية تستحق أن تروس نحاول نغطيها في الأيام الجاي لكن سؤالي لك دكتور فهد يعني أريد أن تحدث عن علاقة الأمير السلطان عبدالعزيز مع الإعلام والإعلاميين وطريقة تعاطيه معهم الحقيقة هذا الموضوع يطول الحديث فيه ولكنني سأحاول أن أوجز بعدم الدخول في عموميات سأتكلم عن بعض الأحداث التي حدثت بالفعل في مجال الإعلام التي تعطي مؤشرات على اهتمام الأمير السلطان رحمه الله بالإعلام وبالإعلاميين وبالمثقفين بشكل عام الحادثة الأولى حينما تقرر إطلاق صحيفة الوطن شاءت الصدفة أن أكون أنا رئيس مجلس إدارة الصحيفة ورئيس الفريق الذي أطلق الصحيفة وأسسها فأتذكر أنه ذهبنا للسلام على الأمير السلطان بن عبدالعزيز وشرحنا له المشروع طبعا كان هذا بإعاز من الأمير خالد الفيصل هو الذي رتبنا للموعد معه وذهبنا إليه وجلسنا عنده شرحنا له الفكرة فقال أنا معكم قلبا وقالبا وأريد أن نقترح عليكم شيء آخر ممكن أن تعملوا في الوطن وهو أنه يكون هناك مطبوعات متعددة لا تقتصرون على الصحيفة اليومية وأن يكون هناك إحنا جربنا الصحافة السعودية من الخارج إلى الداخل طبعا في ذهنه مشروع الشركة السعودية للأبحاث وصحيفة الحياة نريد أن نجرب الآن من الداخل إلى الخارج أنا أتمنى أن جريدة الوطن تتوزع في العالم العربي وحتى في خارج العالم العربي في العواصم العالمية التي فيها تواجد عربي وأنا معكم داعما ومؤيدا بالفعل خرجنا من عند الأمير أول شيء قدم لنا أرض قدرها أربعين ألف متر مربع في قلب مدينة أبهى على أهم شوارعها المؤدية إلى المطار لنقيم عليها المشروع ثم قال للأمير خالد الفيصل وقال لي أنا عندما التقيت مرة أخرى أي شيء تريدونه أنا جاهز في أن يكون هناك منبر إعلامي جديد يحقق الموقع التي تتطلع إليه المملكة في محيطها السعودي الداخلي وفي الخارج حينما صدرت الصحيفة ووجدنا أن هناك صعوبات في توزيع الصحيفة في المدن البعيدة عن منطقة عسير في أبهى قررنا أن ننشئ مطبعة أخرى في مدينة الرياض للمنطقة الوسطى للتوزيع في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية ومنطقة القصيم فكان هناك صعوبات مالية في المؤسسة لما علم عليها عنها الأمير سلطان ساهم بعشر مليون أو هي أكثر من عشر مليون لا أتذكر الآن الرقم بالدقة لكنها فوق العشر مليون أنا متأكد من هذا وقال هذه دعم للمطبع التي ستنشؤونها في مدينة الرياض لم ألتقي الأمير سلطان قبل صدور الصحيفة ولا مرة واحدة إلا وهو يسألني ماذا تم في شأن صدور صحيفة الوطن وأين وصلته كان أيضا أنا دائما أقول أنه من حسن طالع هذه الصحيفة أنه الملك عبد الله بن عبد العزيز حينما كان وليا للعهد وزار منطقة عسير هو الذي وضع الحجر الأساس لهذه الصحيفة الذي دشن المبنى ودشن المطابع فوق الأرض الممنوحة منه كان بحسن حظ الصحيفة أيضا الأمير سلطان بن عبد العزيز والذي تواجد مع الصحفيين ومع المثقفين في ليلتهم التي افتتحوا فيها مطابعهم ومبناهم وكانت ليلة مشهودة على مستوى الإعلام في الداخل وفي الخارج طبعا اللي دشن العدد الأول من الصحيفة كان سمو الأمير نايف بن عبد العزيز حفظه الله لو تركنا هالموضوعين وانتقلت إلى موضوعات أخرى هي صحيح فيها جانب شخصي لكنها تعطي مؤشرات كما قلت عشان ما ندخل في العموميات ندخل في أشياء حدثت بالفعل تعطي مؤشرات على شخصية اللي يتمتع فيها الأمير سلطان وفي علاقته أيضا بالإعلاميين وباهتمامه بهذا الجانب أنا لست الوحيد الذي له تجارب مع علامي السلطان كل رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة في الصحف مروا مثل هذه التجارب واحدة منها تتعلق بمركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام عندما أنشأناه وهو يعنى بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية عملنا مشروع إصدار موسوعة للعلماء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية وكانت المسوعة ضخمة وتحتاج إلى فريق عمل كبير يغطي كل نواحي المملكة وفي نفس الوقت يتقصى كثير من الوثائق اللي بعضها متوفر في مكتبات وبعضها غير متوفر من بعض العلماء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية الذين عاشوا في قرى بعيدة أو في هجر أو في البادية أو كذا لابد من الاتصال بأهاليهم وذويهم والجلوس إليهم أو بمعارفهم وجمع الأشياء والوثائق اللي مثل هذه تستقرق وقتا طويلا أنا أعتقد استمر العمل في هذه الموسوعة يمكن أربع سنين أو خمسة سنوات كان الممول الرئيسي لهذه الموسوعة هو صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن عبدالعزيز على مستوى شخصي آخر أنا شخصيا أقول دائما وأفتخر أن اللي رشحني لرئاسة تحرير صحيفة اليمامة هو الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير الرياض والذي رشحني أيضا لرئاسة تحرير صحيفة الوطن فيما بعد بعد ما صرت رئيس مجلس إدارة هو الأمير سلطان أيضا كلمني الأمير خالد الفيصل بعد أن استقال رئيس التحرير الموجود أنا كنت رئيس مجلس إدارة واستقلت من مجلس الإدارة وذهبت إلى بيتي لأنه أنجزت المهمة التي كانت مطلوبة مني كلمني الأمير خالد الفيصل قال لي أنه الأمير سلطان بن عبدالعزيز يقول في المرحلة القادمة هذه أنا أرشح فهد أنه يكون رئيس تحرير الوطن قال لي الأمير خالد الفيصل قلت له أنه ترى فهد لا يريد أن يكون رئيس تحرير من السابق يعني وهو كان رئيس مجلس إدارة واستقال ومشى يعني قال لا أنا أبيك تكلمه أنت وتقول له هذه رغبتي أنا الشخصية وإذا ما اقتنع منك أنا أكلمه لما كلمني الأمير خالد الفيصل طبعا كان من الصعب أنه أقول لا أو أن الأمير سلطان يكلمني شخصيا قلت له أنا مستعد أني أعود وأعمل في رئاسة التحرير لأنك تعرف أني لا أريد أن أكون رئيس تحرير لكن أريد أن أعمل لفترة مؤقتة حتى نعثر على رئيس التحرير الذي يرضيك ويرضي الأمير ويكون مناسب للموقع شرط أن لا تتعدى هذه المدة هذه المرحلة مدة سنة واحدة فقط طبعا هو نظام المؤسسات الصحفية بينص على أن رئيس التحرير لا بد أن يعين في خلال ثلاثة شهور لكن استثناءا سنة طبعا كان لا بد أن يستثني النظام المقام السامي بالتالي الأمير سلطان بن عبد العزيز خاطب وزير الإعلام آنذاك وقال له أنه فلان حيتولى رئاسة التحرير طبعا أنا اقترحت على الأمير خالد الفيصل أنه يقنع الأمير سلطان أنه ما في داعي يكون اسمي رئيس تحرير لأنه لو مشيت بعد سنة الناس ربما يظنون أنه أنا عملت مشكلة ومشيت يعني فأحسن يسميني مشرف على التحرير إلى جانب أني حرجع رئيس مجلس إدارة للمرة الثانية وأكون مشرف على التحرير بحيث لو جاء رئيس تحرير آخر وأخذ مكاني يفهم أنه يعني المسألات كانت مؤقتة لأن يأتي رئيس التحرير المناسب وافق الأمير سلطان على هذا الله يرحمه وبعدين قال كتب خطاب الوزير الإعلام لكنه لم يذكر مدة سنة فكلمت الأمير خالد وقلت له الخطاب ما فيه مدة سنة وهذا راح للوزير أنا لا أريد أن أثبت في هذا الموقع قال أن الأمير سلطان يقول ما يمكن نكتب إداريا سنة أو ما سنة خل فهد يستمر إلينا على كل حال استمرت هذا المهم حوالي عشر شهور وكل ما ألتقي الأمير سلطان الله يرحمه يسكنها الجنة دائما يقول لي كيفك مع الوضع هل تستمر أو لا فأنا أحاول أقنعه أنه لا الحقيقة أنا لست راغبا في هذا الموقع ثم بعد ذلك عثرنا على رئيس التحرير بعد مرور عشر شهورة وحد عشر شهر اللي كان الأخ جمال خاشقجي قابلناه في القاهرة مع الأمير خالد الفيصل ثم تولى رئيسة التحرير هذه المرحلة الأولى يعني أنا أقول أنه هذا الرجل كان قريب من رؤساء التحرير كان قريب من المسؤولين عن الإعلام كان لصيق فيهم كان على الطلاع بمن يتعين ومن لا يتعين من يصلح ومن لا يصلح طبعا هذا لا يعني إلا شيء واحد وهو أنه يعرف الناس هؤلاء الموجودين في الساحة ويستطيع الله يرحمه يقيمهم ويستطيع أنه يقول هذا الرجل مناسب وهذا غير مناسب طبعا هذه ما هي تزكية لي ولزملائي رؤساء التحرير أو رؤساء مجالس الإدارة الأخرى لكني هو عنده قناعة لديه هذا الاطلاع وهذا المعرفة بالناس اللي يعملون في هذا المجال الحساس وبالتالي كان يتصرف على هذا الأساس في الوفود الرسمية لما كنا نسافر معه في أثناء رئاسة التحرير سواء في مجلة اليمامة أو فيما بعد الأمير سلطان كان يتعامل مع الوفد الرؤساء التحرير الموجود معه تعامل زميل وتعامل رفيق درب ورفيق رحلة يتفقد أحوالنا في الفندق في المناسبات في الدعوات حينما يدعى دعوات رسمية يسأل حضروا ولما حضروا جو ولما جو يعني حتى في المناسبات اللي يكون إذا جاء في أي عاصمة على فكرة عربية أو غير عربية خصوصا في العاصمة اللي فيها تواجد إعلامي عربي مثل لندن مثل باريس يحاول دائما أن ينظم له في المراسم أو في مكتبه أو في الشؤون العامة في وزارة الدفاع لقاع مع كل الإعلاميين ومع كل الصحفيين والمثقفين الموجودين في تلك المدينة لندن أو باريس أو روما أو العواصم اللي فيها وجود إعلاميين ومثقفين مقبل على الثقافة مقبل على هذا يكفي أنك تعرف أنه هو الذي مول الموسوع العالمية وجعل لها مؤسسة خاصة على حسابه الخاص وهي ترجمت ونقلت إلى العربية وأصبحت مورد من مورد الباحثين هناك أيضا مراكز دراسات إسلامية هو يرأس أيضا جائزة يعني لجنة من لجان جائزة الملك فيصل الخيرية جائزة خدمة الإسلام نعم هو يرأس عدد من اللجان اللي لها علاقة بالمجلس الإسلامي الأعلى الشؤون الإسلامية الأعلى نعم دكتور يعني رجل قريب جدا من كل ما له صلة بالثقافة بالإعلام بالأمور التي تساهم في تشكيل وعي الناس في الداخل وتساهم في تشكيل تصورهم عن المملكة في خارج المملكة أنا أشكرك دكتور فهد العرابي الحارثي على حضورك اليوم طبعا دكتور فهد هو رئيس مركز إصبار البحوث والدراسات والإعلام والالتزامة بموعد آخر سيتركنا الآن الدكتور فهد ونبقى معكم نحن لكن فاصل ونعود لكم بعد قليل ترجمة نانسي قنقر